الله وبركاته ممكن تكلمت سابقا في موضوع زي كذا لكن لما قرأت الآية استنبطت منها حاجة اللي هو الرضا الرضا بقسمة ربي عز وجل بالفعل كنت أقول لكم يا إخوان إنه لازم نعمل آخرتنا ودنيانا راح تأتي اتباعا الآية اللي مقابلة لها في الوجه الثاني في سورة الشورى ولو ببسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على من يشاء فالرضا سبب سعادة بعد الله عز وجل في قناعتك بما يعطيك أسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا وأن يرضينا بما عطانا قلوا أمين أسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين